شو بيعني لكم الرقم 126؟ فكروا شوي 126 رقم مهين أبداً فكرتوا؟ عجزتوا؟ للحقيقة الرقم 126 هو رقم عادي بالنسبة لأكتار بس 126 معادي أبداً بالنسبة للسوريين 126 دولة صح السوريين اليوم بيتوزعوا على 126 دولة دولة وحما ما عارفت تحضظنا المهم 126 دولة احتضنت السوريين المهجرين من وطنه من 2011 لليوم تقريباً 6.6 مليون لاجئ من تشرين بكل العالم يعني فينا نقول تقريباً 8.25% من مجمل اللاجئين بالعالم وهيك منقدر نغالط كل حد قال انه سوريا بطلت بلد مصدر بعد الأزمة لأن غلط حبيبي انت غلط You are wrong false سوريا بتحتل المرتبة الأولى بتصدير اللاجئين Take that in your face عفواً المهم المهم بلشت رحلة اللاجئ السوري من سنة 2014 بحيث ارتكز نسبة 83% منهم بالبلدان العربية والمجاورة لسوريا تركيا أو جمهورية أردوغان هي البلد اللي يستقبل أكبر عدد من السوريين التشكلة للأردوغان تركيا تستضيف 3.6 مليون لاجئ سوري يعني تقريباً نص عددهم بالعالم من بعدها لبنان اللي وعلى رغم صغر حجمه لا حرفياً صغر يعني صغير صغير وبيستضيف 910.000 لاجئ من بعدهم الأردن بـ 654.000 لاجئ العراق 245.000 مصر 129.000 وفي مليون موزعين هنا منيك في أوروبا متمركز نصهم بألمانيا ميركا و 113.000 السويدين بهشتات اللي عايشين السوريين بيطلع تصريحات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدم تشجيع عودة السوريين اللاجئين لبلدهم وهيومن رايت سوتش بتعتبر البلد غير آمن لعودتهم طبعاً بالنسبة لهم هاي كلها تصريحات ببنية على أراء سياسية ولا يعنيهم مطلقاً معاناة السوريين اللي ما بتقتصر على العيش بالغربة فحسب بل على كل شي عم يواجهون عن سورية بفرقة وضروف سيئة بيبقى السؤال متى يعود النازحون السوريون إلى بلادهم؟